يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم في الحكم على الخوارج بأنهم خوارج أن تنطبق عليهم جميع الصفات الواردة كسيماهم التحليق وتحقرون صلاتكم عند صلاتهم إلى غير ذلك من الصفات فهل لا بد من اجتماعها جميعاً لا خوارج هم من يعتقد عقيدة الخوارج سواء اتصف بصفاتهم الظاهرة أو لم يتصف الكلام على العقيدة ما هو على الصفات لكن هذه علامات فقط هذه علامات لكن المدار على العقيدة إذا رأى تكفير أصحاب الكبائر وتخليدهم في النار فهذا مذهب الخوارج أو رأى الخروج على إمام المسلمين هذا مذهب الخوارج إذا استحل دماء المسلمين هذا مذهب الخوارج